السادة المشاركين في المائلة المستدرة قرر السادة المحاضرين فتح نقاش فيما يتعلق بهذا المحور الأول والمتعلق بالبحث التمهيدي والتعديلات المدخلة على قرر مصدر الجنائية من أجل ملائمة معايا من توريح موام إنسان بالتشريع الوطني ومدى إمكاني تطبيق تأديلات وجعلها لأرض الواقع بناء على الإمكانيات وقلات الإمكانيات سواء أولماتية أو اللوجستيكية وكم طبعاً أخوة الحاضرين وأخوة الحاضرات أما هم الذين عندهم تدخل يتقدم طبيعة الحالة السفاد إسمه والسفاد يالو ويتقدم السؤال مع تعيين المحاضر المضارب بالجواب شكراً 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 لأنه في الواقع عنده أهمية كبيرة لأنه لسنوات هذا الموضوع العدالة كان مع الأسف الشديد في الاهتمام به ضعيف ومن حصل الحظ على أنه على الأقل خلال السنوات الآخرة من ألفين وخمسات قريباً ألفين مستبدأة الاهتمام هذا بل حتى بعض الأحزاب السياسية بدأت كذلك تهتم في اللقاءتها بموضوع جل العدالة وجل القضاء موضوع البحث التمهدي والسؤال الذي طرحه المصير ذو أهمية ضلعة لماذا؟ لأنه عملياً هو هي المرحلة التي يتم فيها تقرير ما صير إنسان معين سواء قبل اتخاذ نيابة العمّة بقرارها أو عند اتخاذ القرارها سأبقى في إطار سأهرب من المسائل النظرية والأكاديمية لأن المهم بنسبة لأنه نحنية والمسطرة الجنائية لأنه موجود الآد وبهكا تمشاده أول ملاحظة فيما يتعلق بالفصل المتعلق بالبحث التمهدي لا يوجد تعرف بالبحث التمهدي ما هو البحث التمهدي؟ هذا يظهرون هذا بشكل الأخرى من ما يذعر أن هناك اختلاط فيما يتعلق بمن ينظر البحث التمهدي وماذا يبدأ البحث التمهدي؟ هل يبدأ البحث التمهدي بمجرد؟ أن تصل إلى الشرطة القضائية معلومات معينة حول أفعال معينة؟ أم يبدأ البحث التمهدي؟ بعدها أعطت الأمر من طرف النيابة العامة فهو يقوم بحاول خطوات تطويرها بحاول إقتصاصها لمرضة القضائية تجعل بجراء أبحاث التمهدي في جريمات أو العلوم ومعينة بحاول إمتصار يبدأ الشرطة القضائية تكون شرطة القضائية بحذارات وحذارات والحذارات يمكن أن يصل إلى علمها بأنه في المنطقة المعينة هناك عمليات ناشية هناك عمليات بيع مخدرات التقصية هناك 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 فتبدأ التحريات لجمع المعلومات حول هذا الواقع وهو موجود في المنطقة المعينة هناك خيارين بنسبة الشرطة القضائية الخيار الأول أن تقومها مباشرة بمباشرة البحث تميني تتخذ القرار بعد ذلك فور معطياتهم المعلومات ثو تعطي الإمكانية رضيياً بهذه البحث تميني أو أنها تقوم بتوجيه تقرير إلى نيابة العمى فتقوم النيابة العمى بإعطاء الأمر بإجراء البحث تميني طيب هناك كما أشرته إشكالية في النصوص في الصياءة النصوص عمواً فمن ناحية نجد فصلاً يقول أن الواكيل الملك للأمتدائي هو الذي يشرف ويسير ونفس كل الذي يليه في الفقرات الثانية يقول على أن شرطة القضائية تشتغير تحت سلطة الواكيل العام ستتحاً تنازع الملكة الأخذ الملكة أما أنه يشتغل أو أنه يشتغل أما أنه يجب ويشتغل وعندما يشتغل المسألة الثانية، فيما يتعلق بمراقبة البحث التمييدي، أعمل البحث التمييدي. مراقبة عملية البحث التمييدي، أقول وليس أعمل الشروط القضائية، هي من اختصاص النيابة العامة. والنيابة العامة، أقول هي جزء من القضاء، أعتبر على أن المدى 11 من دوستور تشمل كل الجسم القضائي. وبالنسبة إليه، في دلالتها، يقوم القضاء بكذا هي تقوم، يقوم القضاء، نفس الدلالة بنسبة إليه. لهذا لأسني القضاء الجالس من عملية حماية المواطنين وتوفير الأمن القضائي. لذلك لأسني النيابة العامة من هذه المسألة، بإشكال المضروعة. وهو كيفية قيام ميابة العامة بتتكبر ومراقبة عملية البحث التمييلي. خذوا مراقبة الشروط القضائية التي تقوم بها الغربة العامة إلى آخرين، والقرارات التي يمكن أن تأخذها، وهذه إلى آخرين. ولكن، هذه المسألة الفئة الأحدة لمن يستخدمها conclusives الوقت العامة, لأن أحياني السيد الرئيس الأول، وهذه المواطنين تحسن على شركة القضائية، من المواطن التمييلي وهي طيب شرط القضائي، والمواطن يمكن أن تفتح لباحة، وتميشان على الإستاراة، وهذه أحدها العامة إلى الوقت العامة. إذن هناك كل واحد العرقلات ويسأل لكم مراقلات أعمال شبه القضائية ولكن عملية البحث ميليين هناك مسألة الثانية تعليمات كيسانية والتي تكتب في البداية من علاقة التي تقدم شكاية كيسانية إلى أخرين المسألة الثانية هو ربط الاتصال هذه المسألة جاء ربط الاتصال والتي أشربها أحد منذ الخير قليل يلا أتي نظراً السرعة ونظراً لكذاء ونظراً لكذاء الحالة التي تتفرض وإلى آخره أنا أعتبر على أنه يمكنه دائماً تنوص من هذه المسألة تعليمات الهاتفية ولهذا أعتقد بأنه هن عملين يجب أن تكون دقيقاً وأنه فيما يتعلق بجهاز النياب العمى أنا لا أرى لماذا لا تكون هناك مكاتب النياب العمى داخل مخاف الشرعة لا أرى ما هو المانع؟ المانع هو الإمكانيات البشرية هذه ليست هنا لأبرير لأبرير لماذا لا يريد أن تعمل السورية؟ لماذا لا يريد أن تعمل السورية؟ لأنه لم ينسوا شيء القاعدة الأساسية هو أن العدالة موضوع سياسي وأن العدالة هي الوسيلة الأساسية لكذلك ممارسة السلطة وأن أرى من الطبقة المعينة حاكمة جاتية مع الصدور أو في قطار دولة ديمقراطية إلى الأخيرين كتقد الإيمانية السلطة الثالثة التي تقوم بحسب طبيعة النظام إما بتحريف العدال والأمن القضائي أو العكس نصل بالإشكاليات لسرستين والتنقلات سرستين الدستور في فقرة الطبقة النظام في المدى في الدستور وفي خلال الدستور هناك سئة غير مختلفة الدستور يزائد الإشعار والإخبار توفى المسلمة المدنية وتعيد ومع ١٥١ تتجه المحكمات يسقل لكم مجنشيز وغير الزال ومثالي رفع الدفوع أعطيكم واحد حلقة ديال بالمراقبة للعمل مدى الستوسط لذلك لا يستطيع تدربها أعتقد أنه في علمكم جميعا ملف دور الشيحات والسعيسات هذا الملف الذي انجزت فيه تقارير وكذا وفي الأخير أثناء المحاكمة أستاذ العسكوري طبيعا سيد مناقشة أنتم كما تعرفون تقتضي أنه لا تتكلمش على بعض المحاكمة أنا معاكم في إثار المراقبة للمدى الستوسط وإعمالها حقيقة طلعنا في المحاضر على أنه ثم إشعار كذا بحقه لكذا وكذا فسألنا هذا الثال أيها الناس أشعرتم بكذا وكذا وكذا واتصب بأفراد عائلتكم وكذا وكذا لا وكذا أجل وكذا 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 أجل يتعلم وكذا 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 أجل وكذا 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 قام الجدول المسطة عفوا أستاذ إبراهيم الثاني باحث في العلوم الجنائية وقادي بالمحكمة الابتدائية بطنجة نقش السادة المخادرون جزاهم الله قيلا عدة نقاط مهمة 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 جدا ولكن للأسف من باب النظري ومن باب لغرسوم ودو كما يقولون باب العلوي الكبرى فأمليكا نتكلموا على محاضر الشرطة القضائية مثلا خسنا نعرفوا الأهمية ديالها منذ البداية إلى نهاية إلى تستطيع الحكم في القادية فالمحاضر في الشرطة القضائية هي موجهة منذ البدا للحكم النهائي الشي في الجناح طبعا وفي المخالفات نسمعوا المتهمين يجيوا يقول لك أنا في جدار المياة والا البوليس قطعوا لي ثلاث سنين وقطعوا لي ربع سنين قالوا لي يتم قالوا لي را قطعنا لي ثلاث سنين عاسية هكا للأسف 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 هذا المشرفة على هذا الحوار الوطني وهذا الهالة وهذا وخا جابوا الناس منعرف منين جابوهم وقلوا أهل الطار لم يستشاروا ولم لم يشركوهم في الأمر حجية محاضر الطبيقة القضائية خسنا تبقى عندها حجية مجرد بيانات تحالوا على سيدوكي المالك كيفها وحلع المحكمة ولكن تعطى للمحكمة والليابة العامة جميع الصلاحيات وجميع المواد اللوجيستيكية باش تقدر تحقق في القادية باش نكون نطفقنا عليها تطبيق سليم للقانون فملك يجينا محضر فيه اعتارف ولا أمكان اش عاندير المحكمة وصافي المحكمة يستدوا ويمشي واللي اعتارف عند البوليس يحكمه على باب كوميسارية واللي مكر عند البوليس يحكمه على باب كوميسارية ويضار مضاحة الكشر ويسدوا المحاكيم ويوفروا المضاقيل على الأقل في الجنهية ووفروا المضاقيل التي يسرقوها من الطوطات وإن كانت هزيلة هذه الربطنات المقتضيات الجديدة للدستور كما قال الأستاذ الكريم من ناحية القانونية أنا أتفق معه كم التفاق أننا لدينا منظومة قانونية ممتازة ممتازة ويمكن خاصها شي شوية ولكن من ناحية أساسي ذاتنا هنا في القانون لدينا منظومة قانونية ممتازة جدا بسبب واحد بصير هو أنهم نقلوها من دول متطورة ودول متقدمة ويجلبوها خطوها لنا دون أن يراعيوا للتكوين وليل الخصوصية وهنا بين القوصين ليس الخصوصية لا الخصوصية المغربية ونعطيكم مثال بصير يخرجوا الشارع في الكوميسارية ويجمعون البنات لواقفة خرجة تسوق ويجمعون ويجعلون التحريض على الفاسد ويتابعون من أجل التحريض على الفاسد ورجعنا النص القانوني أنا نعطيكم أتحمل المسؤولية 99.99% لا تتوفر فيها العناصي ونعطيهم البراءة للأسف يوم ويومين وأستاذ الكريم ويجعلون نائب ووكيل المالك ويجعلون أننا نعطينا الكثرة وقد كنتم بأسفل 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 بالمعرفة بما تحريبنا وقد كنتم بأسفل وكذلك وقد كنتم بأسفل وقد كنتم بأسفل المترجم للقناة 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 الضباط مكونين كراعي حقوق الإنسان وكراعي اذمية لمجتمع هذا ماشيش شخص ضعيف ولا تكوين ديالو خس يكون يعرف قبل ما يحرر ذاك المحضر هذا المحضر عدت بناء عليه حوايج كثيرة ربما تقدر تكون خطيرة تقدر تهدم أشخاص تقدر يعني تشتت عائلات تقدر هنا خسنا صفات تبطية تمنح الجهات معينة وأشخاص معين معينين بشكل دقيق ومكونين تكوينا خاصا جدا كيف سأل أخرى نقشها بالأساس الأجلاء هي قارنة البراءة وما يثبت بها من نصوص نص عليها في الدستور وش فعلا هاد النصوص ها هي ادنى ومسترى بالبند العريض وش فعلا تحترم كما أريد لها أن تكون فكل قومتلا أن قارنة البراءة هي الأصل ولكن من اللي كان جيو كل شيء يتقدم مع تاقال وكل أخر هالك يتبع في حالة صراحة هالك يتبع في حالة صراحة إذا فرغوا ذلك التفرغات ذلك النصوص للمسطرة الجنائية تفرغ من المحتوى ذيانه لأن الأصوات كتنادي برفع لها الجريب كي ما كانت ترموش فيهم سميتوا هاد هذه القارنة بين القرسين القارنة تضعها المختلية الجديدة اللي نصع لها الدستور القار حق الصانت اتذاب المحامل المسائل هذه الكاملة والأخبار العائلة كالقاها ولكن من اللي يجي المحضر كل قارنة إما باصم كي يبصم عن الشوطة القضائية ومن اللي يجيك كل البصمة يقول لك ماشي أنا اللي بصمتمة و أنا ماشي اللي قددك لهذا الضبوني ولا غوته عليا ولا هذا والمحاضر يتعقب بحجيتين يعني عندك الحجية يتعقب بمضمانية ملين تبت ما يخالبهم يتعقب بمضمانية تبتين قانون استراجينية هنا دور ديال المراقبة الى كان القانون عطال النيابة العامة حق مراقبة يصير بحجة المهيدة هنا من اللي يجي المتهم وكي يقر المحتوى ديال المحتوى ديال محتال قبيطة القطع من الترشب القطعية هنا دور ديالنيابة العامة علاش مدهش تحقيق على تيك البصمة. شوفوا شو اللي بصمه لله. علاش ما تستبعش المحضر كان كل وتسنت له إطار الحق في الصمس. من يملك الكل يملك الجزء. ماذا أن القانون دوسته رفاق الحق في الصمس. إذن انت تستبعش. سيكي قولنا أنا ما قلت هو الوسماء. هذا المحضر شدوني في المدخل. وقالوا لي وقعت. ووقعت. وقالوا لي وش هذرتي. واش صرحتي. ما صرحتيش. إذن استبعضوا المحضر. وحن نيابة عمّة من عبده المحضر من جديد. رأي له إلا 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 التزم بالصمس. كل عيز معلوم. رأي نسمع له. رأي نسمع له. ما اللي يتقدم أمام. النيابة العمّة. ولا أمام قادر التحقيق. ولا بدي. غاد يسمعه. وسمحوا لي لك أن تطوّد. هذا من جهة من جهة قرى. عندي غير واحد الإشارة لأستاذ الكريم. قال رفعوا السفة الضبطية على النيابة العمّة وقد يتحقيق. أقول أستاذ كريم بصراحة أنا ليس متفق معك تمام الاتفاق وسبب واحد إننا لسنا مؤهلين يعني كمجتمع وكضابطة قضائية أننا نرفع الصيفة إذا رفعنا الصيفة إحتى هاتشي اللي كيمداب هاتشوية الباصيس من الحقوق الحرية لكتعطل ذلك المعتقلين وكتعطل ذلك الناس المحتوطين بالحراسة النظرية وهذا الناس المدعية رهما غدي الشبقين معتبقش الرقابة ديال ديال السلطة القضائية فهذا الحال إلا إذا نعطيه الباديل نعطيه اللي عطينا الباديل ممكن راه إلا إلا رفعنا إلا رفعتوا عليها صيفة ضبطية غدي يقول للمعتقل المعتقل في أصيلة وإحنا فتنجاهنا يعيط لمقاد التحقيق يقول لهم جيبونا المعتقل تواحد ما يسمع لي يبقى المعتقل تمت 15 يوم و20 يوم وتواحد ما يجيب له يعيط المؤسسة السجنية يقول لهم سيفطنا المتهم خصوصا الإخوار كي عرفوا في المساطير المرجعية جوجولة ثلاثة كيكونوا مسجونين كل واحد في سيجن وكي المستارة هنا ومعتقل فيها متهم الحقوق دياله كالطيع الحرية دياله مقيادة والكلمة اللي كي عيطوا لهم بشيجيجوا إلا ترفع تسيفة ضبطية كن أكد ما ما بدي جيبوش وشكرا واعتدير ثانية عن ساعة حسن محمد يلل نشط حقوقي ممتدى حقوقي سن الشمال مغيب في الفداية أريد أن أثمين هذه المبادرة قيمة لقمت بها أجمالية الأعدل والشكر كذلك عن الدعوة ومع ملاحظة بسيطة حول شعار هذه اللقاء اللي كي يقول من أجل مغيب أكثر عدلا وانا كي يقول وشيء لن وخصوصا من الاتباس من الشاب كي يهدر على الواقع العدلة وشيء لأن المغيب فيه عدل لكي نديروا شعار وكي نقلبوا عن المغيب أكثر عدلا إذا نديرها كمراحلة بسيطة كم أقدمها ثم كذلك كان شكر الأساتذاء الأجلاء اللي فعلا تناولوا الموضوع وكثير من الأمور اللي قالوا ووضعات الأسبوع على مكانين ضعف مثل هذه منظمة القبائية لنا الخصوص القانون الجنائي القضاء الجنالي لا يمكن أن تكون بمعزيل عن مشروع إصلاح القضاء بصفة عامة ولكن منضبط القضاء يعني بمكوناتها، يمكن أن تخل فيها جميع المكوناتها ولا يمكن إصلاح القضاء يتم بمعزيل عن إصلاح جميع المؤسسات الدولة ونقض في التعليم، هو الأساس، بحاجة الأساس، أي أي إصلاح القضاء ونقض في التعليم لنا لا تسجل شيء بخير، ويمكن أن التعليم اليوم يكون حكم على كيف سيكون المغرب من أننا 20 و30 أب لذلك، لذلك فإن أعلم أن نعرف كيف سيكون مدرسة الدولة ولا بسيطة سئية والسنواة الـ ٦٠٠٠٠ و٧٠٠يات، ليس كيف سيكون مدرسة الدولة وإننا ليكون مدرسة الدولة للقضاء Lololata ولكن اليوم، نحن مغرب من 20 عام، سيكون المغرب من خلال المدرسة الدولة واليوم وهي هي مدرسة الدولة في الهجدية، محطة الدولة لا يحدث جميع المدرسة الدولة يقلون الوضع أو التنوية، ووضع الاعدادة وبالخصوص الوضع المدرسة الابتنائية هي الأساس تكوين بالتليم مع الأسف يعني ما نقوله كمواطنين أننا غير على هذا الوطن إذن نرى هذا الموضوع بإصلاع ماذا يريدونه؟ وماذا يقع؟ يعني يخص الإنسان يدير شنطراتخوح بكيشوفوانو باش يقول بأن هاد الناس هاد اللي جابوا هاد الدستور جديد جديد وهاد البحث مجموعة زينتهم رحضوا بعض إرادة باش يصرعوا أنا بقول بأن لحد الآن مع الأسف هناك غياب إرادة حقيقية للإصلاع يمكن يكونوا خافوا من ما يقع ذات البلدان المجاورة من حيرة وكذا وكذا ويكونوا جابوا لما جاءوا به في الدستور الجديد ولكن أنا كان أعتبر بأن هاد الدستور الجديد دستور اللي جاول لي فعلا إلى قرناه رأى كالواحد قطيعة قريبا مع الدساطر السابقة ولكن واش فعلا هاد الناس اللي وضعوا هاد الدستور كان يدوم واحد رح وطنية باش يوضعوا دستور الفعلا للإصلاع أنا كنظن بأن الناس المستدل المستفيدين في هاد البلاد ما عندهمش إرادة باش يصرحوه وفقاش ما كانش مشتورة للإصلاح كي يجب دائماً الوسائل والإمكانيات باش يصرحوه ولكن دائماً الإصلاح لكي يحتفظ على المصاريح ديرهم ما عمر ما كي يقلبوا على الإصلاح لإصلاح الوطن لإصلاح الشام لإصلاح دائماً كي يقبحتوه من جميع أدوة جميع الوسائل والإسلام لهمش يحفظوا على المصاريح ديرهم وهذا الشيء يتبنى فعلان يعني الإنسان حوله في كرد كي قعد المنظم اللي مستوري في المغرب لمدة عقود لمدة قرون ما نقبل من البحثة عقود لمدة قرون هذا النظم هذا في الوضع الحالي كي يكون الخبراء لأن الإصلاحي يصبح خبراء دياله كي يكون الخبراء فعلاً ولكن فان بأن نفسه يكون الخبراء دياله ماشي الخبراء ديال بيغض يصبح عشاد كي يقلب الخبراء في الإصلاح ديال المراوعة ديال كيفاش نقلبوا على شيء حاجة ندينوها ولكن مع طعمة نجاح راح نعطينا دوسوعة وجميل اللي يقرأوا الناس براء وكذا كي يقول كي يتوما المغرب راء فيه هنا تقدمتوا على تقدم كبير حقوق وكذا وكذا ولكن على الواقع مرور ما قد أعطيك الوسائل كي يتطبق المقتضيات التي تصل وهذا أول أنا أتباق بأن هذا أول مكمن المشكل الأساسي في هذه البلاد ما قد أسأل المشي متخصص في القانون أو المداخلات التي تقدمتها غنية كي يأخذوا أمثلاً أمثلاً لكن هذه هي واحدة سؤال البسطة ومراحظة حول القانون الجنائي وخصوصاً السؤال أنا وكنتمنى أن الشيء أستاذ جاليب يعني يجوا لي واحدة في الظل في الظل الحكومة الحالية في كينة الآن وماذا يمكن أن تصلح القانون الجنائي؟ بهذا على الأقل القوائد أمثلاً والتي تجرم واحدة عدد الأشياء تدخل في العاقدة حيث كان كل الحريات وكذا وكذا ولكن عشل المواطن المغاريلي اليوم منحقوا يمارس الشعائر العاقدة تقولون يكون الحرية خارج المذهب الملكي في الإسلام وإلا أنهم يجب أن يكونو المسلمة وكذا يجب أن يكون بلدهم المالي كمان يجب أن تكونوا بلدهم وإلا الأشياء أو الأشياء أو يجب أن يقوموا وإلا أنهم يدخلونها طبقهم وإنما ما يمكن الآن والأخوان أدروه الذي يتحرد عن الفساد ومن الفساد ما يمكن الآن هذا القمر الجنائي تحيّد القواهد التي سببها جوجة الناس يعني الراجل وشقيقة المرأة كي يكونوا دايزين بشي بلاسة ولا بتواجدين بشي مكان وتجيل الشرطة وترزو وتبطيهو تحريب عن الفساد يعني ما كإلا والغوق وكما أقول لأخواني يلو بحضر عنده الحجية يلو أني أدرها يمكن المواطن الآن يعني في الدين يعني نغي نحيد وحد الفصل كذلك ونرى قاعدة القانون الجنائي اللي تجعله المواطن يتناول المشروب دياله اللي كي يمعين وعلى جموعة الناس كي يتشير المجال ولي يتشيره الجوعه ولي يتشتطوها فترك الحقوق وننتا غادي تجيل السكر العالمي وغادي تقدمني وو الحجية وكذلك هذا أنا في إيفا الحالي الآن ليه هي مسؤولة تنزيل الدستور كجل بواش ممكن أن في الإطار إصلاح ديال قانون الجنائي فعلا تكون لنشجع ونعود أن نروح لقواعي الكاملة ونشوف لي الآن هذا سؤال أخيراً أذكر هناك سؤال أداء السؤال كانت تمنى أنه يجعل هناك سؤال ملاحظة سوف نتصع فيها أنا أرى أن الإصلاع القانون الجنائي ما يحدث كانت هذه السلطة القضية يجعل 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 على حسن على حسن يجعل 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 قد يجعل قادل 600 ملف وقادل أخبر ما وإذا لم تكن أن تكون قادل في هذا المجل المجل لأنه يجعل طلبة القانون الجنائي في الجامعات يجعل يجعل القانون والقانون والمشاركة التي يضع يجعل يجعل لأن الإنسان لا يتضلم. هذا مجيء. مجيء أخرى يعني فيما يتعلق بالدقة في صياغات القوائد دي القرن الجنائي. يعني نصيب القانون يقول الكيوم كيوم كيوم كمجر الأساتيدة يعني واحد قاعدة يمكن تأولها. ولكن أعرفوا أن القرآن الكريم والأحاديد النبويات سبب تأويل. خلقوا ضواعف في الإسلام. ولهذا ما أريد أن يكون قانون الجنائي فيه. يعني روافد كل واحد يعني كيحل بما يبغى على أسرة قوائدة القائدة. وشكرا صفحة نهاية التطول. خديجة جنان موحامية بعيدة موحامين بالتنجرة. نحن أمام جهة موحامية أنا أعتقد أن فوندا سيوانز سيدل واللي كما قلت في هذه الوراقة التكنية لها أنها مؤسسة السياسية. يعني نظمة سياسية. تحتمي بكل ما هو يساهم في الأمور الديمقراطية في العالم. وعندها برنامج جهة الفعل حاليا في العالم المغاربي. حول المغرب العربي. ومن خلاله هاد ندواء المائطة المستدرية التي نحن بسببها اليوم. وبما أننا أمام هيئة السياسية كنت أسمح لنفسي أن نطرح على الحضور الكريم أن نسأل بالإصلاح العدلة. وقد أكد على أنه هو اختيارات. وليس إرادة. هو اختيار. لأننا كنت أختاروا واحد من نهج الذي سيقوم بها. حول البلد الأخرى أو البلد الأخرى. للأسف الشديد كان هذا الملف للإصلاح العدلة ليس بعيد. ليس بعيد في السنوات العشر الأخيرة. من خلال واحد المجموعة للقاءات. واحد المجموعة للتكونات. واحد المجموعة للموائد المستدرية لغير ذلك. كالقام حاليا مرى الدستور الجديد أن الأمور بس كترجع للور. يعني يقول لنا كالنقش من الزارة. كانت لدينا مكتسابات. عود من ستتمرها. ونفعلوا الأمور ذلك لها. أرجعنا لنقطة المطلاقة. هذا الشيء يؤكد ماذا؟ يؤكد أننا كنا نضغط واحد دوامة مبررة. التي تتأكد لي أن هي إصلاح العدلة اختيار وليس إرادة. بمعنى آخر أننا لحد الآن لم نتوصل في بلادنا الحبيب. إلى اختيارات سياسية. تريد أن تكون عندنا عدالة. توازي واحد المستوى الذي يريد أن يعيش في الواطنين المغاربة. ما معنى هذا أيضا؟ أن الفساد في المغرب حي يردق. ولا زال حي يردق. هناك مجموعة المؤسسات التي تحصنه وتقويه وتتسطر عليه وتعلمه كيف يتلاعب بنا. كما نحن نتلاعب بأنفسنا. ونوحم أننا بصدد رأي ندير شيء من المغرب الاصلاح العدال. ونردنا الآن كفائلين. كفائلين سياسيين. كفائلين جمعوين. كفائلين جمعوين. كفائلين اجتماعيين. كفائلين إلى غير ذلك. ونحن نعرفه واش عندنا هذا الاختيار. واش عندنا كقدر. ققدر. يعني مضاد الققدر المختار الفساد. واش عندنا هذا الاختيار هذا. كفائلين نساهم في إصلاح العدال. لك الجواب. نعم. فأنا أقول أنه في غياب ومثار الشرف. كفائلين عندنا مع علاقة مع هذا المقدن هذا. ونحن اليوم بصدد بإصلاح العدالة الجنائية أننا نشوف الفاعلين بهذه المجالات اللي هما كيف يبدو من الضابطة القضائية كنزعوب حتى القضاء الحكم وحتى المؤسسة السيجنية وهذه المرحلة كلها كتتضمن القضاء وحتى المؤسسات السيجنية